اشتركوا في القناة قد خرج بالسيدة صار الى الشام من مصر خوفا من فرعون مصر فنزل السبع من ارض فلسطين السؤال 222 من هم اتبع سيدنا عيسى عليه السلام الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم الجواب الحواريون السؤال 233 كم مرة ورد ذكر الصلاة في الربع الثاني من القرآن الكريم الجواب مرة واحدة السؤال 24 في اي غزوة السشدة الصحابي الجليل عمير بن الحمام رضي الله عنه الجواب في غزوة بدر السؤال 25 سورة من سور الكران الكريم عدد حروفها 113 حرف فما هي الجواب سورة الفاتحة السؤال 26 ما اسم الغارة الذي دخلوا النبي صلى الله عليه وسلم اثناء الهجرة الجواب غرح ثورة السؤال 27 اسم قسرة يطلق على كل من يتولى ملك الجواب الفرس السؤال 28 ما سبب جلد سيدنا حسان بن سابط رضي الله عنه 80 جلده الجواب لأنه من الذين تكلموا في الإفك السؤال 29 أكمل الحديث الصحيح قال نبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول الجواب كفل منه وذلك لأنه أول من سن القتل السؤال 110 في كم يوم خلق الله أقوات الأرض والرواس والجبال وما في الأرض الجواب في يومين السؤال 111 أين ولد النبي صلى الله عليه وسلم الجواب في شعب بني هاشم بمكة المقرمة السؤال 122 ما اسم الصحابية الجليلة أم هانئ رضي الله عنها الجواب فختة بنت أبي طالب السؤال 113 في كم يوم خلق الله السماوات السبعة الجواب في يومين السؤال 214 اسم فرعون يطلق على كل من يتولى ملك الجواب مصر السؤال 215 سورة من سور الكرآن الكريم عدد كلمتها 25 كلمة فما هي الجواب سورة الفاتحة السؤال 216 ما القرابة بين الصحابي مالك بن سينان أبو سعيد الخضري رضي الله عنهما الجواب مالك بن سينان والد أبو سعيد الخضري رضي الله عنهما السؤال 217 كلمة ذكرت في القرآن مرتان مرة في سورة طه ومرة في سورة الفرقان فما هي الجواب كلمة لذام السؤال 218 صحابي جليل من العشر المبشرين بالجنة أسلام وعمره 27 عام وتوفية وعمره 63 سنة فما هو الجواب عمر بن الخطاب رضي الله عنه السؤال 219 أيهما كان قبل الآخر قوم ثمود أم قوم عاد الجواب قوم عاد كانوا قبل قوم ثمود السؤال 220 متى كانت غزوة بين المصطلق الجواب كانت في شهر شعبان خمسة هجرية عند عمة أهل السيارة وعلى قول ابن سحق كانت سنة ستة هجرية السؤال 221 ما اسم أم سيدنا إسماعيل عليه السلام الجواب السيدة هاجر اشترك في القناة إذا لم تكن مشترك وفعل الجرس ليصل إليك كل جديد السؤال 222 ما كنيت الصحابي الجليل حباب بن المنذر الجواب يقنى أبا عمر السؤال 223 لماذا قال سيدنا إبراهيم عليه السلام عن السيدة صار أنها أخت ولم يقول أنها زوجته الجواب خوفا من أن يقول امرأتي فيقتلها فرعون مصر السؤال 224 اسم قيصر يطلق على كل من يتولى الجواب الروم مع الشام السؤال 225 في كم يوم خلق الله سماوات والأرض الجواب عن عبد الله بن سلام أنه قال أن الله بدأ خلق كل خلق يوم الأحد فخلق الأراضين في الأحد والإثنين وخلق الأقوات والرواسي في السلاسة والأربعة وخلق السماوات في الخميس والجمعة وفرغة في آخر ساعة من يوم الجمعة السؤال 226 ما اسم الغارة الذي كانت عبت فيه النبي صلى الله عليه وسلم الجواب غار حراء السؤال 227 في أي غزو استشهد الصحابي الجليل عرفتة ابن الحباب الجواب يوم الطائف السؤال 228 ماذا فعل جندع ابن عمر سيد قوم الثمود عندما أخرج له سيدنا صالح ناقع الجواب آمن به هو ورهتم من قومه السؤال 229 ما أول عدد ورد ذكره في القرآن الكريم حسب ترتيب المصحة في الجواب السؤال 239 ما معنى قولوا حطة الجواب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وقولوا حطة قال مغفرة وقال عكرمة قولوا لا إله إلا الله السؤال 231 ماذا قدم سيدنا إبراهيم للملائكة عندما نزلوا ضيوفا عليها الجواب عجلا سمين السؤال 232 من الذين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا الجواب الملائكة السؤال 233 في أي معركة السوشيدة الصحابي الجليل حباب بن جذ الجواب يوم اليمامة السؤال 234 ما هو الثالث عدد ورد ذكره في القرآن الكريم الجواب 12 السؤال 235 اسمي من أسماء مكة المقرمة يبدأ بحرف الميم وضغار ذكره في القرآن الكريم فما هو الجواب معاد السؤال 236 ما أول باب في صحيح البخاري الجواب باب بدء الوحية السؤال 237 من الصحابية الذي يعرف بزر رأي الجواب الحباب بن المنذر رضي الله عنه السؤال 238 ما الغرض من الاستفهام في قوله تعالى كيف نكلمه من كان في المهد الصبية الجواب التعجب السؤال 239 في أي مكان بعث الله سيدنا لوت عليه السلام الجواب نزل لوت عليه السلام بالمؤتفكة السؤال 241 من التي قال عنها سيدنا إبراهيم لفراعون مصر إنها أخته الجواب السيدة سارة السؤال 242 كم مرة ورد ذكر رفز الجلالة باللف ربع ثاني من الكرآن الكريم الجواب مرة واحدة السؤال 243 ما هي كنية النبي صلى الله عليه وسلم الجواب أبو القاسم السؤال 244 ما نسب الصحابي الجليل حباب بن منذر ابن المنذر رضي الله عنه الجواب هو الحباب بن المنذر ابن الجموع ابن زيد ابن حرام ابن كعب ابن غانم ابن كعب ابن سلمة الأنصرية الخزريية السؤال 245 ما آخر باب في صحيح البخاري الجواب باب كراءة الفجر والمنافق وصوتهم وتلاوتهم لا تجاوذ حنائره السؤال 246 من النبي الذي قدم للملائكة عجلا سمين الجواب سيدنا إبراهيم عليه السلام السؤال 247 من الذين صفهم الله على العالمين الجواب آدم ونوح ولا إبراهيم ولا عمران السؤال 248 من الذي جعل له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار فيما اشترى سلاس وكان قد ثقل لسانه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيع وكل خلابة الجواب حباب ابن منقذ السؤال 249 من الذي طلب من سيدنا صالح أن يخرج لهم من الصخرة ناقة الجواب سيد قوم سامود واسمه جندع ابن عمر السؤال 250 ما أول آية في القرآن الكريم ورد بها ذكر فرعون الجواب قولي تعالى وزن جينكم من ألا لا فرعون يسومونكم سؤال عذاب الآن شكرا